تثير الحزب الشيوعي العراقي اليوم هل يوازي مسيرته الطويلة والسنية التسعين؟ بداية فعاليات احتفالاتنا بالذكرى التسعين اللي راح تستمر على مدار هذه السنة بفعاليات سياسية اجتماعية ثقافية فنية ابداعية متنوعة خلال هذه السنة الكاملة على احتبار انها سنة يوبيلية واسمح لي انه اليوم انا محتفل بمناسبتين المناسبة الاولى هي ذكرى مرور تسعين سنة على ميلاد الحزب تسعين ومستمرين الذكرى الثانية اللي هي عزيزة على قلبي شخصيا وانه انا الان عمري عشرين سنة في هذا الحزب المناضل وبالتالي ما رزدته قناتكم والقنوات الاخرى ان الحزب الشعور العراقي حزب متجدد بالدماء وبالثقافة وبالسياسة ويدافع عن مصالح شعبنا العراقي ولولا هذه التضحيات الكبيرة وسياستة الواقعية التي تنبع من هموم الناس وتطلعاتهم للعيش الكريم وشعار العتيد وطن حر وشعب السعيد لما استمر لهذه التسعين سنة وبالتأكيد سوف يستمر بنظاله من اجل ان يتحقق استقرار العراق وبناء الدولة المدنية على قاعدة العدالة الاجتماعية وكذلك حقوق الانسان واحترام المواطنين وتوفير العيش الكريم لهم والكثير من القضايا التي يناظر من أجلها الحزب طيلة عمره المديد ومثل ما قلت لك سوف يستمر ونعاهد شعبنا بهذه المناسبة أن الحزب الشعر العراقي سوف يبقى مدافعا صلبا عن قضاياكم وعن مطالبكم المشروع